السلام عليكم ازايكم يا شباب نهاردة ان شاء الله موضوعنا هيكون عن المعالجات وخاصة معالجات انتل طبعا لو انت بتفكر انك تشتري لابتوب جديد او مثلا عايز تحدث بكمبيوتر بتاعك او بتعايز مثلا تشتري الكمبيوتر بتلاقي عندك دايما وخاصة معالجات انتل بيكون مثلا معالج اسمه i3 و i5 و i7 ودلوات كمان في i9 وبعد المعالج ده بتلاقي عندك رقم وراه وبعد الرقم حرف او حرفين كمان الموضوع ده ان شاء الله هنتكلم عنه او هنتكلم معنى الارقام الوراء المعالج كمثال i7 6700 i5 مثلا 5200 مثلا بعد كده بتلاقي حرف وراه او حرفين حرف يو حرف اتشي كيو ايا كان اسكال اللابتوب او اسكال ديسكتوب ده النهاردة هيكون الموضوعنا نروح للشرح قبل اي شيء اتمنى مدى حضرتكم لانتا متنسوش تعملوا اشتريك على قناة كريزينت على اليوتيوب بجانب واهم شيء ما تنسوش تفعلوا الجرس على اساس ان يوصلوكم اخر الاشعارات اول باول في البداية ساعة اما انت تيجي لتشتري لابتوب جديد دايما بتلاقي عندك كده حاجة اسمها اي سيفن او بروسوسر اسمه اي سيفن طبعا ده مش شيء اساسي لو على حسب نوع المعالج بتلاقي عندك بروسوسر تاني اسمه اي فايف بتلاقي عندك بروسوسر تاني اسمه اي سري طيب ايه الفرق ما بينهم طبعا كلنا اكيد نعرف الفرق ما بينهم الاقصرية يا اسف ما بيننا يعرفوا اكيد ان فيه يقول اي تري ضعيف اي فايف متوسط اي سيفن اقوى حاجة دلوقتي كمان فيه اي نين او اي تسعة تمام كلين عارفين الموضى ده بس في ناس كتير جدا متعرفش معنى الارقام والحروف اللي وراء البرسوسر ده معناه ايه تمام لان فيه ناس بتشوف كلمة اي سيفن اه pirate جدا خرافة جميل بس الارقام اللي وراء ما عنها ايه والحرف كمان اللي وراء ما عنها ايه اوي الحاجة نبتدي عندنا باو strokes من الاربع العام اللي متوجودين وراء وهو مثلا ساعات بيكون رقم ستة ساعات بيكون رقم خمسة ساعات بيكون رقم اربعة ساعات كمان بيكون رقم ثلاثة على حسب. اول رقم من الفئة الاربعة ارقام اللوراه اللي هو مسلا بيكون ستة كمسال كما موجود في الصورة دلوقتي. تمام ده الرقم ده بيدل على الالفية وقوة المعالج ذات نفسه. بمعنى في مسلا بروسوسور اي سيفن تلات تلاف ومئتين مسلا. اوله تلاتة. معنى كده ان البروسوسور ده الفية تلتة. طيب عندك بروسوسور تاني اي سيفن مسلا اربعة تلاف وربعمائة وخمسين مسلا. تمام يبقى عندك يدل اول حرف رقم اربعية يدل ان البروسوسور ده اللي هو الالفية الرابعة. نفس النظام اي سيفن برضو ستتلاف وسبعمائة يبقى عندك اول رقم هو رقم ستة بيدل ان البروسوسور ده الالفية السادسة. طبعا طول لما الرقم الاول يعلى طول لما بيبقى افضل لان بيبقى عندك الالفية اقوى او عندك معنى صح البروسوسور بيبقى اقوى. بيبقى أقوى عندك في عدد المعالجة للألعاب المعالجة للبرامج المعالجة على حاجة كتير جدا فطبعا ده بيدل على قوة البروسيسور الأرقام اللي وراه اللي هو التالة الأرقام اللي وراه ده معناهم إيه التالة الأرقام اللي وراه مش مهمة بشكل كبير على الفكرة على قد ما هي برضو بتدل على حاجة بمعنى عندي مثلا 6500 تمام يعني عندي بروسيسور i7-6500 عندي بروسيسور تاني اسمه i7-6700 عندي بروسيسور تاني i7-6900 الرقم الالف الآخر ده اللي هو 500 600 700 800 حتى 900 أو فيما أعلى كمان أو فيما أقل طول ما الرقم اللي ورا ده بيعلى أو اللي هو التالة أرقام اللي بعد مثلا الرقم الأول بيعلى طول ما البروسيسور بيبقى أقوى نيجي للحاجة اللي بعد كده اللي هو الحروف طيب في حروف كتير جدا بتدل على حاجات كتير جدا عندك مثلا في بعض الحالات ساعة ما انت مثلا يعني تشتري لابتوب جديد بتلاقي مثلا عندك i7 مثلا كمسال يعني 6700k معنى كلمة k اللي في النهاية ده انه هو بيضل على ان البروسيسور ده يعني مفتوح يتقدر ان انت تكسر صراحته وكمان مش خاصة في اللابتوب لأ كمان ممكن ده انت تقدر استخدمه على يعني المعالج ده بيبقى مخاصة للابتوب وديسك توب تمام وطبعا اللي هو حرف k ده أو اللي هو الفئل في الاخيرة دي اللي هي الكي ما تلاقيهاش الا على الاجهزة او اللابتوبة القوانة المخصصة للجمل بشكل عام فيه اوقات تانية بتلاقي عندك برضو حرف t اللي هو مثلا t اللي هو اللي هو موفر للطاقة وفي بعض الحالات برضو بتلاقي عندك حرف t t ده معناه ان هو موفر للطاقة تمام بس مش موفر للطاقة بشكل كبير على قد ما هو برضو بيطلع اداء كويس للمعالج او معنى اصح بيخليه اشتغل على نص المعالج يعني يعني برضو يعتبر ده اختصاره نفس الكلمة الموجودة قدام كنت لوقتي على الشاشة عندك بعد كده حرف h معناه اللي هو اعتبر البروستور ده قوي جدا او قويس جدا للجرافيك والالعاب تمام يعني انت مسلا تقدر استخدمه بيطلع لك اعلى اداء للجرافيك والالعاب لو انت مس بشتغل على الفوتشوب او بتلعب مسلا الالعاب كتير على اللابتوب او الكمبيوتر البروستور ده بيديك افضل اداء واحسن جودة للالعاب اللي هو اللي هو حرف h عندك بعد كده بيبدأ من حرفين اللي هو حرف h و k تمام وطبعا ده بيقولك ان عندك الكمبيوتر بتاعك بيبقى اداء كويس جدا في الالعاب اللي هو بداية حرف h وبعد كده حرف k اللي انت من خلاله تقدر تعرف ان اللابتوب بتاعك تقدر تكسر سرعته او كمان مش اللابتوب فقط البروستور كمان تقدر تكسر سرعته وده البروستور المفضل لدى الجيمرز بيديك افضل اداء للالعاب وكمان بيديك كسر سرعة عندك بعد كده الاتش والكيو مسلا اللي هو برضو نفس النظام ده ما احنا قلنا الاتش بيبقى هو حرف مخصص للالعاب لو بديك اعلى فئة ليه الجرافيك بجانب كمان اني اا كيو اللي هي اوكتاكور او رباعي النواة تمام يعني برضو معالج او معالج بفئة اعلى اا اني عالج الالعاب والملفات بشكل افضل واحسنه بسرعة اكبر كمان اللي هو الاتش الجرافيك والاكتاكور اللي هو الكيو عندك بعد كده اليو او حرف اليو اللي في الاخر واللي ده بيبقى اكثر انتشارا حول العالم وخاصة في اللابتوب وحرف اليو ده معناه اللي هو الالترا لو باور او اللي هو اقصى موفر للطاقة البروستور ده بيبقى موفر للطاقة وبشكل كبير جدا بيوفر معاك ااا على اساس ان انت مثلا البروستور مايستهلكش طاقة كبيرة من بطارية اللابتوب ويقعد اللابتوب معاك اكبر فترة ممكنة وطبعا ده برضو ما انصحش بيه للالعاب او حتى كمان لو انت تشتري لابتوب للالعاب ما انصحش بالفئة دي من اللي هو حرف اليو على اساس انه موفر بشكل كبير للطاقة ما مش هتديك اقصى شيء للالعاب وكمان جوز اوي او محبوس اوي من ناحية موفر الطاقة فمش هتلاقي عما عنده او مش هتلاقي ليه اداء كويس الا فقط ان انت مثلا متصفح فيس مثلا بتصفح شبكات فقط ده افضل حاجة ليه بس لالالعاب او البرامج التقيلة جدا مش البرامج التقيلة بس لا البرامج التقيلة جدا ده ما تشتغلش عليه نعم البرامج العادية ممكن يقدر تشتغل عليه عادي وبدون اي مشاكل كمان عشان ما تحسش البرامج ده وحش البرامج ده كويس فقط لللابتوبات او الحواسيب المحمولة فقط واللي في الصورة ده كمان قدامكم برضو بعض الحروف الكل واحدة لوحدها معناها او مفردها للبروسيسور عندك حروف كتير زي C والH والK والM والQ والR والS والT والU والX والY وخاصة الاكس ده بيبقى مفضل كتير جدا لده مصممين الجرافيك بس مش عشان هو عالي لا على اساس ان انت معناها صح تقدر تتعدل عليه في حاجة كتير جدا وده محتاجش رحة خاص بس ده اللي انا هقدر اشرحه في الفيديو وانت هتيجي طبعا تسألني او السؤال اللي في الاخر هيسألني طب ايه اكثر واحد مفيد او ايه اكثر حرف كويس من القائمة دي كلها بص هو مفيش حرف محدد لكن انا بقولك الحروف دي معناها ايه تاني حاجة كل بروسيسور وليه تخصصه يعني مثلا فيه بروسيسور مثلا اي سيفن مثلا واخره حرف K على اساس ان ده انت تقدر ان انت تشتغل عليه بدون اي مشاكل وتقدر تكسر شرعته كمان لو حبيت يعني تقدر عندك بعد كده اللي هو الكيو او الاكتكور برضو ده مفيد جدا ان انت مثلا تعالج برامج بشكل اكبر واحسن اسكالة خاصة لو برامج تقيلة عندك بعد كده لو انت على اللابتوب عندك حرف يو او الالترا لو باور تقدر ان انت ده تستكنمه على اساس ان انت تقدر توفر الطاقة على اللابتوب بشكل كبير برضو فما فيش حرف مفضل اي سيفن اي سيفن هيبقى بروسيسور قوي الاي سري والاي فايف برضو نفس نظام بروسيسور قوي بس الشركة ما بتدكش بروسيسور الي لما يشوف هو الاداء بتاعه او انت محتاج البرسيسور ده في حاجة كويسة او مثلا في الحاجة انت استخدمها ولا لا يعني مش هحط لك مثلا بروسيسور اي اتش كيو مثلا او اي اتش كيي الاي بطول على اساس انه تعدر تلعي بلعاب والبروسيسور ده مثلا او اللابتوب ده مثلا ما فيهوش كارتجرافيك فهي ده النقطة وهي ده الفكرة اتمنى انا كنت وضحت الفكرة بشكل كويس وتمنى ان نكون الناس فاهمت يا ريت لو الفيديو ع without you لا نعنم ل ikke واychامل ما تنسوش تعبوا لايك للفيديو لا يتجانم تاشتر情况 فوقنا واكون سعيت جدا لو انه اشتركت في قناة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته